وانضم إلينا من إسلامباد مرسل الغد إسماعيل أهلا بك إسماعيل كيف إذن تبدو الأوضاع الأمنية على الأرض وكيف سيتعامل عمران خان مع هذا التحدي الأمني الجديد قليم بلوتستان شهد عدة هجمات آخرها الهجوم الذي راح ضحيتنا وأربعة من رجال الشرطة المحلية في قليم بلوتستان سبقه أيضا انفجار في ليلة الخامس والعشرين من يناير أدى إلى مقتل ما يزيد أو ما يقرب من عشرة جنود باكستانيين وعدد آخر تم أصيبه في هجوم في منطقة تشت في قليم بلوتستان وهجوم آخر كذلك في منطقة كيش في قليم بلوتستان أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات الحالة الأمنية في باكستان التي تزداد توترا يعزو المراقبون هذا التوتر إلى الوضع الأمني في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية وحتى الآن أصابع الاتهام إلى هذه العمليات التي حدثت في إقليم بلوتستان بالتحديد تشير إلى الأحزاب أو العناصر الانفصالية المسلحة في إقليم بلوتستان وكذلك إلى حركة طالبان باكستان التي تحارب الحكومة الباكستانية وفي هذه الفترة بالتحديد بعد انتهاء المدة الزمنية التي وقعتها الحكومة الباكستانية مع حركة طالبان الباكستانية كهدنة أدى ذلك إلى هذه التوترات أدت إلى اجتماع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بقائد الجيش وقائد الاستخبارات الباكستانية في العاصمة إسلامباد للحديث عن آلية أو آلية للتعامل مع الوضع الراهن أو الوضع الأمني الراهن بالتحديد في البلاد على ذكر آلية التعامل مع هذا الوضع إسماعيل كانت هناك إدانات دولية من عدد من الدول لما حدث في بلوتستان من بينها بحرين وتركيا وغيرها من الدول هذه الأليات التي تحدثت عنها التي سيناقشها رئيس الوزراء الباكستاني هل ستلجأ الباكستان إلى خطط ومجهودات ذاتية لدحر هذه العناصر؟ أم ربما قد يكون هناك مساعدات دولية؟ دخل معيني الاعتبار أنها تعرضت فيما قبل الهجمات المماثلة وأعلنت سيطرتها على البلاد مرة أخرى طبعا رئيس الوزراء كما علننا سابقا في الحقيقة هناك عملية أمنية كما ذكرنا سابقا هي عملية أمنية مخفضة المستوى الجيش الباكستاني لا يريد أن يبدأ عملية أمنية عسكرية واسعة كما حدث في السابق المراقبون يرون بأن الجيش يتجنب مثل هذه العمليات لما تجلبها لها هذه العمليات العسكرية الواسعة من الكثير من الخسائر الاقتصادية وأيضا ضحايا بالمدنيين خاصة وأن الحركات الانفصالية والتي اتهمت باكستان عدة مرات أنها مدعومة من قبل دول خارجية تنشط وتستهدف ليس العسكريين فقط بل المدنيين كذلك وفي المناطق المدنية والأسواق المقدمة إذن على ما يبدو أن هناك تعامل استخباراتي أكثر بين الجيش والأجهزة الاستخباراتية للقضاء على هذه العناصر جذير بالذكر بأن الحركات الانفصالية وأيضا حركة طالبان الباكستانية تبعثرت كثيرا بعد عدة عمليات عسكرية شنها الجيش الباكستاني في إقليم خيبر بختون خواب التحديد وأيضا عمليات عسكرية في إقليم بلوشستان إذن أصبحت العملية هي عملية استياد لهذه العناصر والخلايا المتفرقة في جميع أنحاء باكستان فالأمر كما يرى المراقبون يعني يحتاج إلى المزيد من العمل الاستخباراتي أكثر منه تحرك عسكري واسع كما كان الجيش الباكستاني يقوم في السابق شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مرأسل غادس مع المطار على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لك